مرحباً أحباتي الكرام وصلنا الآن إلى درس الثالث والثمانين كلمة مهمة جداً كلمة Beyond سوف نتعلم استخدام هذه الكلمة وهم المرادفات لكلمة Beyond فقط في دقيقتها أما الآن اضغط على عجاب اشترك في القناة فعل زر الجرس حتى تصلك جميع الدروس القادمة أما دروس سابقة تجدها أسفل هذا الفيديو في مربع الوصف للاستفادة من هذا الدرس ركز معي جيداً من الآن Beyond تأتي بمعنى وراء أو غيره إلى ما ما عدا أو من الجانب الآخر خلينا نتعلم استخدام كلمة Beyond في أمثلة المثال الأول الطفل خارج السيطرة تماماً are completely beyond control كررها الآن خمس مرات حتى تدقنها باللغة الصحيح The children are completely beyond control ممتاز نأخذ المثال الثاني He drove beyond the border He drove beyond the border He drove beyond the border كررها الآن خمس مرات بصوت مرتفع حتى تدقنها باللغة الصحيح خلينا نأخذ الآن أهم مرادفات كلمة Beyond On the other side On the other side On the fourth side On the fourth side Out of the range Away Away حاول الآن أن تستخدم كلمة Beyond في جملة ضع كلمة Beyond في جملة واكتبها أسفل هذا الفيديو حتى يستفاد منها الآخرون شكرا لك على المتابعة استمر بالمتابعة في تعلم اللغة الإنجليزية وانتظرنا في الحلقة القادمة الحلقة الرابعة والثمانين مع كلمة جديدة وجميلة ومهمة جدا كلمة Big سوف نتعلم أسرار هذه الكلمة في الحلقة القادمة شكرا لك وإلى اللقاء